يعني فعلاً ليلة الرؤية دي هدير ليلة بيبقى لها تقوص خاصة كده كلنا بنقعد قدام التلفزيون رغم حتى إن بقى في حسابات فلكية وخلاص الموضوع بقى أبسط يعني إلى حد ما لكن تظل رؤية أو استطلاع رؤية لها تقوصها وعدتها طبعاً بالضبط يعني هو حدث جلل حدث كلنا بنقعد قدام التلفزيون علشان خاطر نتفرج ونعرف هتكون يا طرى النهاردة هيكون المتمم لآخر شعبان ولا أول رمضان هو ده أو بكرة يعني عفواً هو ده الكل بيقعد ينتظره بالله كمان الكل بقى بيبتدي فيه تقوص كده كل الشوارع المصرية وكل المصرين وتحديداً في الأحياء الشعبية الأصيلة بالله الكل بيعلق الزينة والفوانيس سواء كان في البيوت أو في الشوارع فكرة تعليق حتى الزينة بتاعت رمضان والإضاءة في شوارع مصر المحروسة بالله بيكون لها كمان يعني حاجة بتدل على جدعانة وأصالة المصرين بتلاقي الفيشة بتاعت الخط النور ده أو الزينة بتاعت النور اللي موجودة في الشوارع كل يوم بتروح من بيت للتاني مصدر الكهرباء نفسه بيروح من بيت للتاني بخلاف طبعاً الفنوس الحاجة الأصيلة اللي لازم تكون موجودة وحبال النور كلها تقوص رمضانية متأصلة موجودة في كل بيت مصري ما بيبقاش رمضان من غير ما ننزل نشتري الفوانيس وننزل نجيب الزينة ونعلها قبلها كمان بكم يوم وأعتقد اللي هو ده اللي هدير شغلة فيه بقالها يومين صحيح يا أحمد فعلاً بشوف زينة رمضان واجبنا الفوانيس والموضوع اللي بهجة مختلفة الحقيقة يعني بتحسسنا كده برمضان ودخلة رمضان علينا جميعاً اللي بتسعد نفسنا وبتفرق معنا كلنا تقوص وتجهيزات خاصة برمضان في كل بيت مصري وكمان أول يوم رمضان بيبقى ليه طعم خاص مع لمة العيلة وكل الستات المصريين بيشتغلوا بقى كويس قوي من قبلها يعني بكم أسبوع علشان يحضروا لسفرة أول يوم اللي بتتجمع عليها العيلة كل واحدة بتكون عايز تعمل الأكل اللي جوزها وولادها بيحبوها أو أهلها بيحبوها وهي عندها بقى عزومة كبيرة للعيلة فستات بتتعب قوي في أول يوم رمضان وهو الحقيقة طول الشهر بيكون يعني تعبهم ده مستمر وبيحاولوا على قد ما يقدروا أنهم يعملوا صفرة حلوة تتجمع عليها الأهل لكن الحقيقة بيبقى تعب على القلب زي العسل عند كل السيدات وكمان يعني الرجالة كمان بتساعد يعني في رمضان على وجه التحديد في رمضان وغير رمضان مغرب على أمرهم يعني بيساعدوا على طول؟ أكيد طبعا طب خلاص في رمضان الحماس بيكون زايد الحمد لله شوية واللي يحضر العصير واللي يعني يحضر الأطايف والتقوص الخاصة بالموائد رمضان عندهم ونسبة العصير والأطايف يعني حتى هذه اللحظة وحتى يومنا هذا يعني بيعتبر طبق الحلويات اللي كنا بنشوفه في الأفلام اللي أبيد وسود بتاعة زبان اللي هو طبق الحلويات اللي لازم يطلع للجران طبق الخير طالع ونزل طبق الخير بيطلع هنا مليان وينزل برضو مليانين طبق الحلويات ده حتى يومنا هذا يعني موجود وبرضو بيلف على كل البيوت في رمضان تحديداً ولكن خلوني أعلكوا أن رغم وجود أصناف كتيرة بقى لحصرة لها من الحلويات كنافة منجا كنافة نوتيلة كنافة مش عارفة بالفزد وغيرها من الأصناف الكتيرة اللي موجودة حتى الأطايف دخل فيها برضو التطش بتاع الزمن الجديد يعني لكن بتظل النورمل أو الشكل الطبيعي ليه سواء كانت الأطايف أو الكنافة هو الأساسي اللي موجود في كل بيت من البيوت المصرية واللي دايماً بيفضل يلف على سكان العمارة كلها طول الشهر الكريم كل يوم حد بيحط فيه حلويات ويبعثوا للجران يعني هي كلها أيام مباركة طبعاً ده غير الذكر والقرآن وصلاة الترويح وغيرها من يعني التقوص الرمضانية الأصيلة اللي دايماً كلنا يعني منستناها من السنة للسنة اللهم بلغنا رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان كريم عليكم ورمضان كريم على كل حبيبكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية ويا رب يجمعنا كده دايماً على خير صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر